أسألك أنت بقى كنجم النادي الزمالك مش موجود كمان لوات شغال في نادي الزمالك أو أنت عوطول موجود في نادي الزمالك بس أسألك في نجم النادي الزمالك محب النادي الزمالك ما كنتش ألقان مثلاً فريرة التقدم العمر عشان كان في بعض الأصوات اللي بتقول لك إيه أجماعة فريرة آه مدرب كبير وكل حاجة بس تقدم العمر وكما يخلوش يعرف لا هي أتقال بالطبع يتقال في برامج وتصرب معلومات خاطئة ولما تقال حاجة لكن أنا عصرته لأنه في أول أسبوع أنا كنت موجود صحيح كنت موجود معاه شغال معاه في الاستفر الإداري وطبعاً أنت كنت موجود معاه قبل كده آه فترة أولى أنا حسيت أنه هو مركز أكتر من الأول آه وكان لها أسباب لها أسباب ظروف النادي بخاف القيد هو تحط في التحدي صعب جداً وهو كان أهل للتحدي ده فشفت بعيني أنه هو لأ ده بيقعه في الساعتين يا كريم كان الأول لما 2014 و15 كنت شغال معاه برضو مدير كورة كان أوقات كتير نونو ألميدا وبيدرو وجوزي الاسطف معظم الوقت كنت أنا بقعد معاه بر على الدكة أو بنقعد في القوضة بنتناقش في بعض الحاجات الإدارية والاسطف شغال والاسطف شغال لأنه ده كان شغال معاه فترة طويلة فاهمين شغله المرة دي لا لقيته مركز أكتر لأن الاسطف كان اسطف جديد أول مرة يشتغل معاه فكان بيصر أن هو ياخد الساعتين أو الساعتين ونص بتوع الملعب واقف على رجليه في السن ده فأنا صاربت جداً من الأقاويل اللي طلعت أنه هو أصل مش مركز أصل كبير لا ده بالعكس ده هو صغر بتع عشر سنين حقيقة يعني كجهداً وكتفكيراً زي دي برضو الظروف كانت مهيئة ليه تماماً حقيقة يعني لو إحنا بنقول أن فريرة سبب كبير جداً من أسباب أن ناتذة مالك حصل على دوري وكاس والمنظر الجميل اللي إحنا شفناه ككورة إنما فيه سبب تاني إن الإدارة ومستشار المرتضى وفروا له مناخ عالمي إن هو يشتغل فيه نقطة مهمة كابتن اسماني دي نقطة يعني من حوافز من طلبات من قرارات بياخدها كان رأي العمل الزمالكوي كله يتناقش في القرارات دي يعني موضوع طارق موضوع ابو جبل يعني فيه مواضيع كانت حساسة جداً بالنسبة للفريق في التوقيت ده وهو خدها بمنطقة القوة واللي ساعده إن هو يخدها بمنطقة قوة الإدارة كانت وقفة في كل قرار هو بياخده وعليه وعليه بيترتب بقى في الفترة السنة الجاية إيه إحنا جربنا الراجل ده وراجل ده بيسوق عشرة من عشرة فأي لعيب هو بيطلبه فيه اجتهادات من الجمهور يعني إن إحنا عايزين فلان عايزين فلان طبعاً رأيهم يؤخذ فوق دماغنا إنما اللي بيسوق الموضوع الراجل فنيا ترجمة نانسي قنقر